هنروح لحالة التقص واللي طبعا أغلبنا بيمتظر علشان حالة الجو بتفرق في حياتنا جدا بس يمكن أنا ومحمود كنا بنحكي قبل الهوى أنه مهما كان الجو عندنا أحيانا درجات الحرارة بترتفع قوي لكن الحمد لله أنه إحنا درجات حرارتنا وعارفين نعيش ونتعايش وننزل ونروح أشغالنا لأنه زي ما بنشوف بعض الدول يا رب ربنا يعافيهم يا فايدانات يا حرائق فمهما كانت درجات الحرارة بترتفع يعني المقياس اللي كان حصل بتاع الخمستاشر يوم الموجة دي ما تعتبرش موجة ده هي موجة اجتاحة العالم سواء فيما يتعلق بالفيضانات فيما يتعلق بحرائق الرغبات كان فيه احتباس حراري لكل فبالتالي هي ما تعتبرش وبدأت تنخفض عندنا درجات الحرارة عندنا أخبار حلوة نتكلم فيها بتقول إيه البيان الرسمي بتستمر درجات الحرارة اليوم حول ذات المعدلات السائدة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتكون أعلى درجة الحرارة العظمى الأعلى في مصر 43 درجة في أسوان وإدفو وتتكون الشبورة المائية في الصباح كما تنشط أرياح على بعض المناطق مثل حالة التقس أمس ويسود تقس شديد الحرارة الراتب اليوم على القاهرة وجنوب سيناء والوكه البحري وجنوب البلاد ويكون مائل للحرارة الراتب على السواحل الشمالية ويكون معتدل الحرارة الراتب خلال ساعات الليل أعتقد أننا في أخبار جيدة بتكلم على نول درجات حرارة لطيفة أو معتدلة أو حسب المستوى الذي يحصل كل سنة في هذا التوقيت من العام بالنسبة لدرجة حرارة فصل الصيف وبنأكد من خلال دكتور محمود شهين مدير مركز التنبؤات الجوية اللي معنا على التليفون صباح الخير يا دكتور صباح خير أستاذ محمود أستاذ سهر أهلا بيكم أهلا بحضرتك بداية أنا شفت تصريحات على أن هنرجع أكد أقول الصيف الطبيعي الوسطي العادي الدرجات الحرارة العادية في خلال الفترة الجاي هل الكلام ده صحيح؟ بإذن الأسبوع ده إن شاء الله إذا ما حضرتك ما ذكرت يعتبر أكثر اعتدالا من 15 يوم اللي فاتوا اللي احنا شفناهم في شهر أغسطس وبالتحديد الأسبوع الأول في أغسطس اللي بالفعل كانت تعتبر موجة حرارية شديدة تحت معظم أجزاء من العالم والحمد لله كان أقلهم تأثيرا جمهورية قصة العربية أنا تجلزة وصلت إلى 43 درجة على القارة في الظل ولكن الحمد لله بدأنا تاتي جيا نخفض درجة الحرارة طب وهل هيستمر دكتور محمود انخفض درجات الحرارة بصراحة نحن بنطمع يعني طبعا الحمد لله أحسن من غيرنا بس نتمنى أن الدرجات الحرارة تتحسن كمان ده اللي احنا بيقوله بالفعل وفقا اللي تصريح له هي العامل على الصادق جوية والتوقعات قلنا أن الأسبوع اللي كانت وصل درجات الحرارة تبع وثلاثين 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 على الصهارة الأسبوع إن شاء الله هتعود معدلات طبعية بالخصوص يتراه من كم توقع على مدار الأسبوع نتطوح درجات الحرارة في المتوسط ما بين 36 و35 و37 درجة فده يصبر عودة إلى المعدلات الطبعية المعدادة من كل عام في شهر أغسطس بإذن الله ده بالنسبة للقاهرة بالنسبة للمحافظات صواحيات الشمالية الجو إلى حد ما يكون بيميل للحرارة مع استمرار ارتفاع النسب الرطوبة درجات حرارة لنسا كنت أسأل على النسب الرطوبة لأن هي الحاكمة في الموضوع ده بالتحديد يعني زيادتها أو قلتها بتزاود درجات الحرارة أو إحساس بدرجة الحرارة أكيد ولكن طبعا الطبيعي في العامل النسب الرطوبة وده اللي موجود معنا بالفعل النسب الرطوبة تتجاوز 60% على صواحيات الشمالية وبتطروح من 80% إلى 85% على الوجه البحري والقاهرة وده اللي بيزود شوية من إحساسنا زي ما عليكم أذكرت بابتفاع درجات الحرارة فيعني نعتبر خلال هذه الفترة أجوة مستقرة إلى حد كبير شبورة مائية من فعل في طباح الباكر سواء على طروز رعية أو قريبة من مسطحات مائية ولكنها إن شاء الله غير مؤثرة على القيادة بالنسبة يعني مش هيكون في توخي الحذر زيادة بالنسبة للمسافرين على طرق زراعية والسريعة لا لا إن شاء الله الأجواء الحمد لله مستقرة والشبورة عادة بتنتهي بعد الساعة 7 طباحا الرؤية ستتحسن تماما مع زيادة فترات 11 في الشمس فالحمد لله الأجواء مستقرة بلا حرية أيضا معتادلة سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر نتيجة عدوء فرعات الرياح فاتهدأ الأمواج إن شاء الله ما فيش أي زواهر طبيعية غير عادية زي ما كان بيحصل في أوقات في منطقة سانت كاترين أو كده لا لا الحمد لله أجواء مستقرة تماما على مدار الإسبوع ودرجات حرارة حول المعدلات هي بتفع رسابة مرتفعة بس بيزود إحساسنا شوية بتفع درجة الحرارة ولكن طبعا نحن بنمسي من الأنباء التي تدولت إن الإسبوع ده هتكون درجات حرارة تتجاوز 47 درجة مقوية ونسبة رسابة مرتفعة الكلام ده احنا شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي من يومين ونحن بنمسي الكلام ده تماما تماما أشكرك ربنا يطمناك دكتور محمود الحقيقة أشكرك جدا دكتور محمود شهين مدير مركز إتنى بؤاد الجوية شكرا لك والآن مشاهديننا مع بيان بدرجات الحرارة شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة